موسيقى بعد استعدادات وتجهيزات كبيرة اطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد وتستمر فعاليتها على مدار شهر لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بانواعيها المختلفة بتخفيضات تصل نسبتها الى ثلاثين بالمئة انبادرت كلنا واحد اللي بتعتبر اكبر مبادرات الاجتماعية اللي بتطلقها الدولة وبحس ان هي تعاون ما بين منظومة العمل الامني والعمل المجتمعي احنا بنشارك بأدوات مكتبية ومدرسية وبنشارك بزي مدرسي وملابس وأحزان مدرسية تحت جدودك اللي دينا اشتد عودك واللي وجودنا من وجودك وفي النعاك بروح وقل هذه المرحلة من المبادرة تشهد مشاركة واسعة من السلاسل التجارية والكيانات الصناعية والمكتبات القبرى حيث تشارك 38 كيانا وسلسلة تجارية و814 منفزا فضلا عن وجود 6 معارض رئيسية و17 معارضا فرعيا بالشوارع والميادين الرئيسية على مستوى الجمهورية جميعها موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الانترنت تتوفر فيها كافة الاحتياجات المدرسية بالأسعار المخفضة أول يوم دخلت أنا انبهرت بصراحة انبهرت بالأشياء اللي موجودة وانبهرت بالعرض بحاجة وانبهرت بجودة الحاجة اللي هي محطوطة للجمهور شغل ممتاز صراحة احنا بنشكر المبادرة ونشكر سياسة الرئيس انهو عمل لنا الحاجات الحلوة دي للأمانة حاجة جميلة وتشرف بلدنا كلها نحن اللي باللبي في وقت ما بتنادينا لو تحتدينا بتلاقينا دايماً هنا شرطة وشعب الاقبال كبير من المواطنين منذ اللحظة الأولى لإطلاق المبادرة لتلبية متطلبات أبنائهم مستفيدين من التخفضات التي أتاحتها وزارة الداخلية والتي اعتادت مع بداية كل عام دراسي أن تسهم في رفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور سلطة جداً من الأسعار في تخفضات 20 و 25 و 30 وإن شاء الله بجيب حاجة أولادي كلهم من هنا والحاجات جميلة ما شاء الله والكواليتي بتاعتها عالي قوي نشكر سياسة الرئيس طبعاً على المبادرة دي احنا شايفين طبعاً عندنا هنا الحاجة الحمد لله متوفرة وموجودة وفي تخفضات جميلة جداً والأسعار يعني الحمد لله في متناول المواطن الطبيعي العادي بالتوازي مع انطلاق المرحلة الثالثة والعشرين من المبادرة تواصل وزارة الداخلية توفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع تحت مظلة مبادرة كلنا واحد بتخفضات تصل نسبتها إلى 60% احنا مستمرين في المبادرة أن نحن نوفر السلع الاستراتيجية والأسسية الهمة أو الخاصة بالمنزل بنسب خصم كبيرة تصل إلى 50% أو 60% كما تستمر منظومة أمان في توفير السلع الغذائية عبر منافذها الثابتة والمتحركة المنتشر على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 1026 منفزاً موضحة على موقع وزارة الداخلية على الانترنت بتخفضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري كما قامت منظومة أمان بإعداد وتجهيز حقائب مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بالتنسخ مع قطاعات الوزارة ومدريات الأمن الدور الاجتماعي والإنساني في المنظومة الأمنية في مقدمة أولويات وزارة الداخلية وهو ما بدى واضحاً من خلال مبادرة كلنا واحد وحرصيها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية بضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدق